احكيلي الوضع الاقتصادي ده احنا بتحاول نفاهم الناس يا جماعة الله ده يعني تضخم مستورد مسبباته ايه؟ وبالتالي قدى الى هذه الانعكاسات عندنا في مصر ازاي؟ والقارات اللي بتاخدها الدولة حاليا دي بتؤدي الى ايه؟ بوز هقول لك انا بضحك ليه يعني على كلمة تضخم مستورد دي ليه الموضوع بي ده احنا دلوقتي بقالنا كزا يوم بنقول التضخم ده جاي من برا وهو صح جاي من برا تروح برا بقى تتكلم عن برا دقاء بتوع برا دول بنوك برا ومؤسسات برا شوف تقاريرهم وهم بيشايفين موضوع ازاي هم نفسهم مش عارفين ان تضخم ده جاي من اين؟ هقول لك بسال في خبر معانا من بلومبرج بعد اذن الزملاء يعرضو معانا انا بعتقولهم عشان يقولك قد ان الدنيا برا برا دي واحنا نتكلم عن مثلا حاجة حاجة ضخمة مؤسسة ضخمة زي الفدرال الامريكي طبعا بنك المركزي الامريكي انه بنك المركزي الامريكي نفسه ماشي كده يعني بباركة دعو الوالدين انا بكلمنك حرفيا وانا عارف انا بقول ايه شوف التقرير اللي هيظهر كده قدامنا والعنوان بتاعه اه لا التقرير التقرير بلومبرج التقرير يا ولاد مش نمزل معادلة تضخم حول العالم دي هنجبها الوقت المتحدة سبعة وتسعة من عشرة روسيا تسعة واحد من عشرة اليورو مجموعة اليوروت خمسة وتمانية من عشرة تسعة لقصين دو الايه نجوم يا حاجة غريبة البرازيل عشرة ونصف في المية الهند ستة في المية بلا روسيا عشرة في المية ومصر ثمانية من عشرة في المية يعني مصر اقل من البرازيل اقل من بلا روسيا وريبة شوية من روسيا الاتحادية يعني احنا حتى فرق ما بيننا وما بين امريكا واحد في المية بس في معدل التضخم احنا ماشينا مع المتواصف العام في التضخم حلو العبالي ما ييجي الخبر انا هدهولك وياريت حضرتك تقراه العنوان بتاعه عشان نوضح فكريتي The Fed اللي هو الفيدرال بانك يعني بنك الفيدرالي الامريكي The Fed is basically just guessing about interest rates يعني انه فقط يحاول ان يخمن هو فين سعر الفايدة سعر الفايدة اللي احنا عايزين نوصل له يعني هو ايدل وقت دي دوات يخمن هو مش عاق بالزبط كده اللي هو الاول مرة الاول مرة الفيدرالي الامريكي يوصل بيه الامور انه هو هو مش عارف فين اصلا معدل التضخم ده اجيله منين ولا امسيكو ازاي هو ايه الفكرة لما تضخم بيرتفع البنوك المركزية بتحاول انها تتدخل عشان ترفع سعر الفايدة ترفع سعر الفايدة زي ما حضرك شرحت الشرح المتميز اللي عملت مبارح لخريطة العالم انا كنت متفرق جدا شرح المتميز ده خلاصته ايه هو نفس الكلام فعلا ده كلام الاقتصاد التضخم بيرتفع فاحنا عايزين نلمس يولا من السوق نغري الناس اللي معاها فلوس اللي نتحطها في البنوك لما ده يحصل الناس تداخل اكتر ما تنفق فلوسها فنهدي شوية حرارة التضخم دي نهدي شوية سخونة الاقتصاد نهديها شوية المشكلة دلوقتي انه حتى التضخم اللي جاي من بره ده بتوع بره مش فاهمين اصلا انه هو يتعالج ازاي ولا فاهمين ايه مسبباته واصوله لان المشكلة بيتمعقدة جدا يعني اللي بيحصل ده لا حصل في الكساد العظيم ولا حصل في الازمة المالية العالمية ولا حصل في اي ازمة قبل كده احنا مش بنتكلم وده جزء برضو من الملاحظات بتاعتي على اوصفنا وطريقة توصفنا وسردنا للقصة يعني اول ملاحظة عندي فاعتدت تضخم المستورت قالوا المستورت ده بقى بقى وفين وعمل ازاي وجاء امتى مش عارفين التاني ملاحظة عندي ان انا بشوف ايه انه لما يعني كنتم بسمع مثلا وكيل لجنة الخط الموازنة قبل الفاصل كان سيدته بيتكلم عن الازمات اللي احنا مرينا عليها فبيتكلم عن ان احنا عجل عندنا جائحة كورونا بعد كده جات الحرب الاوكرانية والسردية او القصة عموما بتروه هكذا يعني احنا عجل عندنا جائحة كورونا بعد كده حصل عندنا ازمة الاوكرانية بس موضوع مش كده خالص السنتين اللي فاتوا دولة حصل فيهم ما هو اسوأ واكثر كارثية من كده يعني مش هي بس الجائحة ثم الحرب لها فيه في النص مجموعة مصائب وكوارث وده اللي خلت موضوع تدخم معقد جدا ومحدش فاهمه وبدأ ازاي طب فكرني لو انا غلطات او صحيح لو انا غلطات ونفتكر سوي قبل الكورونا كانت المؤسسات المالية الكبيرة بتكتب في تقررها ان العالم مقبل الكلام ده في 2018-2019 العالم مقبل على ازمة اقتصادية جديدة شبيهة وصفوها شبيهة بازمة 2008 اللي حصلت في امريكا بالضبط هو في وقتها كانت اقصى اقصى التقدير ما يوصلش لعشر فنوامل اللي بيحصل دلوقتي يعني اه كان فيه ازمة ازمة بمعنى ايه مش ازمة اللي احنا شبه اللي احنا عاملينه لا كان يقصدوا بيه انه هندخل على موجة ركود انه الاقتصاد العالمي زي اي مش بلس اقتصاد العالمي اي اقتصاد بيمر بدورات دورات زي دور دورة الانسان عموما انه الامور بتحقق انت نموف 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 اذا الكرف يفضل ايه 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 لا بك يبدأ ينزل 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 بالزاد في البورصة يعني بالزاد اسوأ الاسهم عشان كده كانوا بيشبيوها بازمة الرهن العقاري في 2008 لكن ان الازمة تخرج من البورصة وتستفحل بهذا الشكل يعني انت دي الاول عندنا في ديسمبر 2019 ظهر الفيروس في الصين هذه اول ازمة خلاص اما بعتبرهاش انه جايحة كورونا كده لا دي الواحدها ازمة حال بعدها ايه اللي حصل احنا عندنا من اول يناير 2021 بدأ يظهر عندنا ازمة جديدة اللي هي ازمة ايه تضاعف تكلفة الشحن البحري ايه 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 اللي حصل تكلفة الشحن البحري فجأة كده بدل مكانة الحاوية الكونتينر اللي بيتكلف انه هو وانا كنت مع حضرتك في شهر ديسمبر شرحنا الحتة دي صح اللي كان بيجي بيتكلف 1000 دولار بقى يتكلف بال 12 و 13 ألف 13 ضعف اه ده مش طبيعي ليه؟ ان الناس عايزة تشتري سلع كتير قوي وما فيش كنتينرات كفاية تكفي كل الطلب ده ايه طيب هذه دي اول ازمة اتفاجئ بها العالم ان الكونتينرات عددها اقل بكتير من احتياجات العالم تاني ازمة بعد كده ان احنا بدأ ايزه عندنا ازمة ثلاثة الامداد انه انه في مشاكل في الرقائق ايه الرقائق دي و ايه قصتها قصة طويلة ما نحكي فيها بس هي بتدخل في كل ايه الاجهزة طيب كل الشركات المصنعة لها حصلها لغبطة في كورونا فخطوط الانتاج بدل ما كانت بتشتغل على مثلا العربيات بتعمل رقائق الالكترونية للعربيات بتعمل تليفونية بتعمل تليفونية فتغيير خطوط الانتاج ده عمل لغبطة كبيرة فلما الناس رجع التاني تحتاج العربيات وتحتاج الاجهزة السقيلة ما بقاش في رقائق تكافي فعندنا ازمة ازمة في الرقائق الرقائق اللي هي دخلة في الطيرات ودخلة في التلاجات والتلفزيونات وفي الأسلحة وفي كل حاجة بعد كده عندنا ازمة ايه ظهر بقى فجأة على مثلا يونيو 2021 بدأ يظهر قدامنا مشكلة النفط اه انه برميل النفط بدأ يزيد زيادات و اوبك بلس مش عايزة تزود الانتاج بالشكل الكافي كانوا بيزودو بس بيزودو بشكل بطيء شوية والعالم بيطلب زيادات كبيرة بس ما كانش هما بيستجيبوا لأسبابهم عندهم أسباب مبررات منااش علاقة فبدأ برميل النفط كان 40 دولار بدأ يظهر بأرقام جديدة 50 و 60 و 70 بعدها الغاز الغاز بزاد في أوروبا لان هي أكثر مستهلة للغاز الغاز بدأ يتضاعف سعره كان بعشرين يورو كل ميجا وات ساعة ده سعر العقود الغاز لحد شهر أغسطس اللي فات بدأ نشوف أرقام غريبة سبعين وثمانين وتسعين وكسر المية وعشرين يورو بعد الأزمة القانونية طبعا مية وثمانين ومتين دي بدأ لناش دعوة بيها لأنه كان في طلب عالي على الطاقة وده أدى إلى أزمة ما نطلق عليه العقود الآجلة بالزبط وفجأة أوروبا اكتشفت إيه ده إحنا مش مستعدين ننتقل للنتقل المتجددة إحنا ما عندناش أصل موارد تكافي فهما سيخنوا جاءت عليهم فترة سيخنوا يلا بقى أقصاد الأغطر والإنبعاثات يلا نحارب وهنوقف بقى ووقفوا كل الاستثمارات الهايدروكربون الملوث ده الوحش ده فلما اصطدموا بطلب عالي جدا في أغسطس بالزات طلب عالي جدا على الغاز اكتشفوا أنهم ما عندهمش بدائل أصلا من الطاقة المتجددة لا من الرياح للبحر الشمال ولا من الطاقة الشمسية ما عندهمش طاقة شمسية أصلا لأن الشمس أساسا هي أوروبا غير مشمسة ولا عندهم أي مصادر كافية ولا من المية حتى توليد الكهربائي فاتفاجأوا وتصدموا أنه ما عندناش مصادر كفاية المشكلة كمان أنه اللي بيطلع ما بينزلش يعني الحاوية اللي احنا اتكلمنا عليها دي في يناير لحد الوقت ما نزلتش برميل البترول لحد دلوقتي ما نزلتش يعني كنا عند أربعين أربعين ده احنا بعيد عنه ثلاث مرات احنا دلوقتي عند مية وخمستاشر احنا بعيد عنه ثلاث مرات وعمرنا طول من ساعة ما زاد من يونيو اللي فات لحد النهاردة مقربناش من استويات الاربعين ولا خمسين ولا ستين احنا بنتكلم في ثمانين وانت طالعا للدولار للبرميل الواحد بعدها حصلت أزمة المحاصيل في سبتمبر بدأ فجأة كده منظمة الفاو تطلع لحظت كده انه فيه انتاجية المحاصيل مش طبيعية أقل من العادي لانه فيه أزمة فيه حاجة غريبة في الجو في الطاكس اللي هو يعني التغير المناخي فجأة برضه تصدمنا تصدمنا انه فيه فيضانات في ألمانيا ارتفاعها ست مرات ست أضعاف الطبيعي هو بيحصل فيه فيضانات كل سنة بس مش بالشكل ده لقينا فيه انهيارات في التربة فده طبعا أثر برضه فيه مناطق في البرازيل كده نفوت تبقى مشمسة نظر عليها جليد الأرجنتين من أهم منتج الحبوب روسيا نفسها حصل فيها حاجات غريبة قللت انتاج العالم من الزراعة من الحبوب بالذات والمحاصيل الزراعية فشوف كم أزمة ما بين الجائحة والحرب كل ده حصل خمس أزمات وخمس كوارث كبيرة جدا على قدث الأمور لدرجة انه البنوك المركزية الكبيرة النهاردة مجدش فهم ما هو هنحلها منين ولا منين عارف اللي هو جيته أصبط الجاكتة البنطلون ضرب هو كله رفع فوائده يعني انجلترا رفعت فوائدها البنوك المركزية في التحدي الأوروبي رفعت فوائدها البنك الفدرالي الأمريكي رفع فوائده تيجي هنا بقى